سيدتي سادتي زملاء الكرام باسم اتحاد النقابات العالمي اسمحوا لي ان استهل كلمتي بتحية للمناضلين من ملايين العمال من سائر الاقاليم في العالم من خلال حشد صفوفهم يعلنون رفضهم لدفع ثمن الازمة الرأسمالية التي اصبحت اكثر عمقا وانتشرت بشكل اكبر يقود ارتفاع الاسعار الى جانب التضخم الظروف المعيشية للعمال وتتسع رقعة الاشحاف الاجتماعي ان حقوق النقابات والحقوق الديمقراطية والحريات مع الاسف تتعرض لهجوم حاد والدورة الثالثة والاربعون لمؤتمر منظمة الاغذية والزراعة تحصل في ظل اوضاع قاتمة المياه والاغذية سلع حيوية للحياة والبشرية ولكن النظام الرأسمالي السائد يستمر في تحويل السلع الى مصدر لاستغلال الاقتصادي والربحية وبذلا من منح الاولوية القصوى والشاملة للكفاية التغذوية وللقضاء على الجوع وسوء التغذية ولحماية الموارد الطبيعية من الافلات من العقاب ومن الاستغلال المفرط من جانب دوائر حاكمة في هذا النظام ومجموعات العمل الكبرى مع الاسف منحت الاولوية للمضاربة الجامحة وللتحكم بالسلسلة الصناعية والزراعية العالمية التوقعات الايجابية ليست كافية فالواقع المرير بعيد كل البعد عن الشعارات الطنانة بشأن اهداف التنمية المستدامة وخطة 2030 مخاطر الانهيار الكامل للتوازن المائي والامن الغذائي ماثلة امامنا ومنظمة الفاو تحتاج الى اعادة توجيه جذرية لناحية نسار عملها وطريقة تدخلها في التطورات العالمية اولا ينبغي التخلي عن الاستراتيجيات الاقتصادية النيوليبرالية وان تحل محل هذه السياسات تضامن وتعاون بين الدول التنظيم وليس رفع القيود عن الاسواق الزراعية العالمية هو ما يلزم السياسات ينبغي ان تتكيف مع واقع كل بلد وكل اقليم وهي حاليا لا تتوائم مع المصالح العالمية السائدة الاصلاحات الزراعية الحقيقية التي تستخدم الانجازات العلمية والفنية لمصلحة معظم سكان العالم ينبغي ان تكون الاساس وليس تلك التي تصب في مصلحة حفن قليلة ونافذة من البشر ولهذا التحول لا بد من اجراء اصلاحات ديمقراطية وتقدمية في منظمة الفاو فالمنظمة تحتاج الى اطفاء الطابع الديمقراطي على عملياتها ومنح دور اهم للمنظمات التي تمثلها اي تلك التي تنتج الثروة الزراعية تلك التي تحتاج الى الاستدامة والتي تهتم بها وباستدامة البيئة والادارة العادلة للموارد الطبيعية يجب ان تكون تحليل وتوجهات منظمة الفاو مستقلة وينبغي توطيد دورها السياسي بدلا من ان تتخطاه اجهزة متعددة ومؤسسات تخدم هذا النظام مثل البنك الدولي ومنتدى دافوس ومجموعة الدول العشرين وغيرها سيداتي سادتي ابتحاد النقابات العالمي يناضل من اجل التنمية الريفية وادارة المياه وهو يسعى الى التكيف مع احتياجات الشعوب والمجتمعات وليس مع مصالح ومضاربات المحتكرين وكبرى الشركات متعددة الجنسيات لعالم افضل واكثر انصافا من دون استغلال عمالة البشر ومن دون الهدر المتهول للموارد الطبيعية سنكافح بالتعاون مع العمال والمزارعين وكل المظلومين لكي نعزز التضامن والعمل الدولي وحشد الجهود العالمية وبالتالي فان العالم على هذا القبيل لازم وممكن ترجمة نانسي قنقر